بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شرك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أنا سعيد بوجودي بينكم أحب الأطفال لأنهم رجال الغد والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تعريفون كلكم صورة الكهف صورة الكهف أصحاب الكهف ربي سبحانه وتعالى واش قال فيهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى هؤلاء فتية صغار كما انتم فتية كانوا شباب وصابوا عايشين في وحد المجتمع اللي عايش فيه الجهل منتشر فيه الجهل ومنتشر فيه الشرك ويعبدوا الأصنام وكذا وهما عقول التاهمة حملتش هذاك شي خم ممليح قالوا هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آله لو لا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلموا ممن يفترى على الله كذبة هذا يجيب شجرة يعبدها هذا يجيب حجرة يعبدها هذا يصنع صنم يعبده ويخلوا ربي سبحانه وتعالى هؤلاء الفتية ربي شرح صدورهم للإسلام دخلوا في الإسلام فقالوا لقومهم احنا براءة إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا واشقلوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آله لو لا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلموا ممن يفترى على الله كذبة وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله هؤلاء يعبدون الله هذا الفتية ملاء القوم التهم كيشفوهم هكذاك حبوا يأذيوهم واش داروا هذا الفتية ربي قالهم وروحوا للكهف عليش سمها صورة الكهف الكهف هو مكان يعني مغطي في الجبل إذا دخلته في زمن الصيف تشعر بالبرودة إذا دخلته في زمن الشتاء والبرد تصعر بالحرارة دراجة الحرارة تبقى دائما ثابتة على طول السنة سواء الشتاء والصيف والله فآوى هؤلاء الفتية إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفيق ما حال بقاو ثمه؟ 309 سنوات أعجبني هذا الدرس اللي قدمه لنا اليوم الشيخ على قصص وعجبتني لزف قصة أصحاب الكهف اللي قاعدوا 300 عام آخر الكهف راقدين وهما يتقلبوا راقدين ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ورب يجعل معهم واحد الكلب يحرص عليهم وكلبهم باسط ذراعيه بالواسط ولما فطنوا إلقاوا الأمة بدلت وجاءوا ناس وحد أخرين ومسلمين وينتبهوا ورجعوا للطريق المستقيم هذه القصة قصة علينا ربي في سورة الكهف وكذلك تعلمونا حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلكم قرأتم سيرته كيف عاش عاش يتيما مات أبه وهو في مطن أمه وماتت أمه وهو ابن خمسة أو ست سنوات من كفى له جده جده عبد المطالب وحينما مات جده من كفى له عمه أبو طالب ولذلك ربي سبحانه وتعالى اذكر هذا في القرآن الكريم قال سورة الضوحة تحفظونها كلكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى لذلك كل طفل يتيم ما عندهش باباه ما عندهش يمة له في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة عاش يتيم ولكنه كان عظيما كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أي طفل عنده مشكلة في البيت واحد ما عندهش باباه وعنده مشكلة عائلة واحد ما عندهش عيب في الإنسان لازم يعني يقدر الإنسان يتيم ويكون صالح ما عندهش باباه ما عندهش إمه ماتوا ولكن يقدر يصلح كذلك القصة في صورة الكهف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما صالحا كان باباهم صالح فرب يحفظ الكنز بسبب صالح الإبن هذا فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش طفل كما عشتون توم ولكن ما عندهش باباهما عندهش يمه بالصحة رغم ذلك صلى الله عليه وسلم ما عاش معقد عاش في كفالة جده ثم في كفالة عمه وكان عمه يستحبوه معه إلى بلاد الشام كيروحوا للتجارة يتاجروا ويروحوا للشام ويجوه فكان صلى الله عليه وسلم يرافق عمه أبا طالب وحينما مات عمه أبو طالب ذلك العام سمي عام الحزن في السيرة النبوية هذا العام اللي ماتت فيه خديجة زوجته خديجة ومات فيه عمه أبو طالب سمي عام الحزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد واحد السند خارجي اللي هو عمه وفقد واحد السند الداخلي اللي هي زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها كذلك نحكي لكم قصة أخرى تعرفوا قصة سيدنا يوسف عليه السلام تعرفوها الصورة كاملة اسمها صورة يوسف عليه السلام سيدنا يوسف عليه السلام كان طفل صغير شاف في المنام واش قال بابه قال يا آباتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمسة والقمر رأيتهم ليساجدين كان راقد شاف واحد الرؤية شاف الشمس أحد عشر كوكبا أحداشن كوكب النجمة والشمس والقمر قال رأيتهم قال شفتهم يسجدوا لي فسيدنا بابه سيدنا يعقوب قالوا يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيا كيدوا لك كيد قال ما تحكي لهم شهد الحكاية خطش يحسدوك ويدلولك مشكل خوته كبار عليه كبار عليه وهو الصغير وسيدنا يوسف عليه السلام كان صغير ما يعرفش أحكي لهم القصة قال لهم أنا رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ليساجدين وكان سيدنا يعقوب مدام هو ابنه الصغير وشاف باللي عنده مستقبل وعنده وراح يكون نبي وراح يكون كذا كان يعزوا ويقربوا ويحبوا أنا اليوم حضرت للشيخ الذي فادني ويعجبني في القصة لنتعى الأنبياء واستمتعت به كبزاف خوته واش قالوا له قالوا لا يوسف وأخوه أحبوا إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم حبوا يقتلوه وقالوا نرموه في البير جاء واحد قال لهم لا تقتلوا يوسف ما تقتلوه أرموه في الجب في غيابات الجب يتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلي ومن بعد جاءوا الباباهم اللي عنده كشم سؤال يسألني أنا عم فضل أنا سيارة نعم سيارة السيارة معنى السيارة يعني مشي السيارة اللي نقصدو بها يعني هذا الآلة التي ننتقل بها هي مجموعة من النس تسير سيدنا يوسف عليه السلام أرموه في البير بش يتخلصوا منه ومهما تجف يعني رب يكتب له يعيش فجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلا دلوا هوا البيدون ورمى البيدون التعوب بش يجب دول ما من البير وإذا بي سيدنا يوسف يججي هدلوا تعلق فيه وطلعوا قال يا بشراء يا هذا غلام وباعوا سيدنا يوسف باعوه وشروه بثمانين بخص ضراهمة معدودة وكانوا فيه من الزاهدين شكولي شراه شراه واحد من مصر عزيز مصر وقال الذي اشتراه من مصر لمراءته أكريمي مثوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا عاش في القصر وعاش في النعيم وعاش يعني سبحان الله ومعد سبحان الله وقعت له مشكلة وداخل السجن وش كان يقول أصحابه يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أمن الله الواحد القهار يعني كانوا معاهم الناس في السجن ما يعرفوش ربي وش دالهم دالهم الدعوة داخل السجن ولا يعلمهم قالهم باللي هذا الكون عنده إله أخالق هذا الكون أرباب متفرقون أخيرون أمن الله الواحد القهار كيف اشتعبدوا هذه الأصنام وهذا الأحجار وتخلوا ربي اللي يخلق السماوات والأرض هو اللي نحبوه هو اللي نسجدوله هو اللي نعبدوه هو اللي نقصدوه لأنه هو اللي يعطينا الحياة هو اللي يعطينا كل شيء يعطينا الآباء التاعنا والأمهات التاعنا يعطينا السمع يعطينا البصر يعطينا كل شيء كل هذه النعم اللي نحن فيها هذه الشجرة اللي نقعدين تحتها هذه الحيوانات اللي نسمعه الصوت التاعها الشمس القمر الليل النهار الصيف الشتاء كل هذه المكلة اللي ناكلها فلينظر الإنسان إلى طعامه تعشيته هل فكرتم في الطعام الذي أكلتموه فلينظر الإنسان إلى طعامه كيف أشيقوا ربي إن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقق فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا علش خلق ربي هذه متاعا لكم ولأنعامكم هذه خلقها ربي سبحانه وتعالى كلها من أجلك أيها الإنسان باش تعبد ربي باش تشكر ربي قلوا يا ربي لك الحمد ونحن كنقفوه في الصلاة واش نقوله الحمد لله رب العالمين ومع سيدنا يوسف عليه السلام باختصار باش منطولش عليكم خرج من السجن عاباك علش خرج من السجن خاطش كان هو يفسر الرؤية سقسا وه هذك الزوج ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إننا راك من المحسنين فقال لا يأتكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتي قالوا قالوا أنت تخرج من السجن وتولي للخدمة وتولي يعني تسرب الخمر للسيدة قالوا هذاك اللي شاف فوق رأسه خبز تأكل منه الطير قالوا أنت تصلب وتأكل الطير من رأسك وقال للذي ظن أنه ناجم منه ما اذكرني عن ضربك هذاك اللي ظنه باللي راح ينجو قالوا ما تنسانيش قل للمالك باش يخرجني من السجن كيخرج هذاك اللي كان معاه في السجن المالك شاف رؤيا والشاف قال إني أرى سبع بقارات سيمان يأكلوهن سبع عجاف وسبع سنبولات خضر وأخرى يابسات والشاف في المنى شاف سبع بقارات سمان وسبع بقارات عجاف ضعاف وسبع سنبولات خضراء وسبع سنبولات يابسات قال يا أيها المالك أفتوني في رؤيايا إن كنتم للرؤيا تعبرون ونحن مقدري في السرهال مالك هذاك اللي كان مع سيدنا يوسف اللي خرج قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أنا نعرف واحد كان معي يعرف يفسر رؤيا رجع سيدنا يوسف عليه السلام وقال له فسر للرؤيا أبدأ يفسر له قال تزرعونا سبع سنين دعبة هذوك سبع سنبولات خضر مع أنت سبع سنين يجي فيهم المطر ويجي فيهم الخير وسبع بقارات سيمان ومن بعد يجوا مورهم سبع سنوات فيهم الجفاف ما تسقطش الأمطار ويكون الزرع مكاش والضرع ناشف وكذا يعانيوا الناس فقال لهم سيدنا يوسف أعطالهم طريقة كيفاش باش ما يجوعوش واش قال لهم كل عام تاكلوا النص وتخبيوا النص قال فما حصلتم فذروه في سنبوله إلا قليل مما تأكلون قال أكلوا النص وخبيوا النص العام يخدم على عام عام يخدم على عام باش قدر يديرهم واحدة تسير شحال خطط لهم المدة خمستاش سنة سبعة زي سبعة شحال ربعتاش قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاثوا الناس وفيه يعصيرون ديرهم مخطط التعكم خمستاش سنة العلم اللي يعطاهه ولو ربي كيفاش كان يخمم يعني سيدنا يوسف عليه كيفاش ربي يعطاه العلم والحكمة الملك قال لهم جيبوه لي سيدنا يوسف عليه السلام لما جابوا حطوا على خزائن الأرض قال اجعلني على خزائن أنا اللي نتكفل بهذه تسير الماؤونة سير هاش حال خمستاشر سنة العام السنين تعال الخير كانوا يأكلوا النص ويخبيوا النص و نهار لي جو السنين تعاله كانوا دجا مخبيين وقلهم فذاروه في سنبوله يعني يخليوه في السنبولة هذك ما ينحوش الحب كان ينحوش يسير له يتسوس ويفسد لما خلاوه بقى محفوظ وهكذا سيدنا يوسف عليه السلام سير هذه الأزمة كذلك عندنا قصة أخرى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام سيدنا إبراهيم عليه السلام تعرفوا القصة التعو كان القوم التعو يعبدون الأصناع وكان يصنع الأصناع وإذن قال إبراهيم أبيه آزر أتتخذ أصناما آلهاتا سيدنا إبراهيم عليه السلام كان تفضل في زمن سيدنا الأخر سيدنا إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون في الأخر هذا الأصناع الكفر الأخر النمرود النمرود الملك هذا اللي قال أنا أحيي وأميت نعم في نفس الوقت كانوا يعبدون الأصناع وكان يحكمهم هذا الملك اللي قال أنا أحيي وأميت لمذكور القصة التعو في صورة البقارة سيدنا إبراهيم الشاهد هنا أن سيدنا إبراهيم وش قالوا عليه ما كانش يسان كبير كان فاتا شاب صغير قالوا سمعنا فاتا يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا كيف اشتعبدوا الأصناع وتخلوا ربي سبحانه وتعالى ما لا لما قالهم هذا الكلام قالوا حرقوه وانصروا آلهاتكم إن كنتم فاعلين شعلوا وحد النار كثيرة قوية قوية مده من يجمعه في الحطب شعلوا النار وجابوه من مكان شاهق مكان عالي ورماوه بالمن جانق في النار فربي سبحانه وتعالى داروا وحد المعجزة النار النار ما كلت سيدنا إبراهيم ربي واشق للنار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين إذن هكذا كنوا يا ابنائي في المجتمع تكونوا مصلحين يعني مش فقط للعب وكذا معلش تلعبوا معلش بسحكونوا نفسكم مدامكم صغار تعلموا ولا شك أنكم تعلمتوا هنا أمور كثيرة كي جيتوا لهذا المخيم وتخرجوا بواحدة الفيدة كبيرة اللي تنفعوا بها المجتمع فنسأل الله لكم التوفيق جميعا وبرك الله فيكم شكرا شكرا مش موري شكرا